رمزية البشت ومصطلح المعازيب هل في عمق أنتم قصدين توصلونه للمشاهدين ومخلين القضية مفتوحة فهمها زي ما تفهمها أنت يا المشاهد هو تجار البشت كان يطرق عليه اسم معزب كل اللي يعني هذا العالم عالم البشوت سمونا المعزب والتاجر حتى لو ما لا علاقة بالبشوت تسمونا المعزب هذا عنوان المسلسل دلالة العنوان لو تلاحظ أول زمان حتى ما كان فيه تعليم تو التعليم بدأ المهنة أيضا هذه خياطة البشوت فيها أيضا مستقبل يتطور من خياط إلى أن يصبح معزب وفيها فلوس فيها مردود مادي فكثير من الآباء أرسلوا أولادهم إلى المعازيب بعض المعازيب قاسين والمهنة دي قاسية تتطلب صبر وفيها تعب يعني أعتقد في المعازيب فيه أبرزن بعض الشخصيات أنه حتى النظر يقل عنده أنه يقضي عمره كله في هذا المهنة ما يعرف غيرها ويحدث كما الآن يحدث في واقعنا أنه تلقى مثلا واحد مدي ولده يدرس طب وهو ما لا علاقة بالطب بس لأن الأب أو الأهل يبون يشوفون ولدهم أنه دكتورة أو في الطب وهو ما لا علاقة في الطب بالقصب أو بالإجبار فيها أيضا بعد التجار بالأطفال يعني عمر صغير في السن ما لا علاقة بهذا العالم وفيها قسوة وفيها تصل إلى حد الضرب طبعا الضرب حتى يطلع زي ما كنا احنا صغار في المدارس يضربون المدرسين حتى ننجح ونتعلم صح منهم من صار معزب فيما بعد يعني مثلا بخيط المعازيب واحد ما لا علاقة بالبشوت يعني يحب الفن يحب يغني فأجبر أبوه أنه يروح يتعلم هذه المهنة لأنها مهنة لها مستقبل ما كان فيه التعليم من تشر زي الآن فيما بعد لما طلع التعليم حتى عندنا احنا المعزب نقول القاسي والمعزب الهيين اللي يقول الآن الحكومة افتحت مدارس فروح وتعلمه حتى في الليل فقلوا لكيف نترك الشغل قال روح وتعلمه في الليل محول الأمية كنتم على مستوى النص أنت كنتم يتميال إلى موضوع الرسائل المباشرة ولا خلي الرسائل تكون بشكل غير مباشر وانت تكون المشاهدة بهمها بطريقتك صحيح ما كانت في رسائل مباشرة لا أبدا يعني أولا لحسها معروف معروفة كبلد محافظة فيها التعايش من قديم الزمان احنا يعني بعيدا عن المباشرة المباشرة أعتقد تصير مدرسية لا تركناها المشاهد ذكي ويعرف هو يفرز وهو يلتقط الأشياء فتعدنا عن المباشرة لحسها معروفة كبلد مغاشرة وليس مباشرة وعند نظر نظر ثقابة وضع